اهلا بكم انا معاكم النهاردة على شخاطرة ساعة جزاية تعمل الشيب ان رمضان النهاردة معنا تمرينة الضغط وتمرينة الضغط اللي هي ثلاث انواع لو واحد بيتمرن طبيعي في الجيم ممكن يلعب التمرينة بتاعته العادية اللي هي تمرينة الضغط العادية وفيه لو واحد مثلا لسه مبتدئ بيلعب بطريقتين الطريقة الاولانية اللي هو ممكن يعمل يتني رجبته على الارض وينزل بدراعه ويطلع وينزل وممكن شكل تاني لو واحد بيبقى لسه مبتدئ جدا وضعيف جدا بيبقى بجنر فده بيضطر اللي هو يلعبها على الحيطة بيمسك ايده بيحط دراعه اللي اتنين على الحيطة وبيلعب وبينزل لكنه بيلعب ضغط بتشغل معنا عضرة السيدر بتشغل معنا عضرة الضغر بتشغل معنا عضرة الدراعين البايسبس والترايسبس وبرضه بتشغل معنا اماميات الكتفة ودي ممكن نعملها بعد الفطار تتقامل تلت مجامية فيها عشرين عدة ودي هتساعد معنا ان احنا نحافظ على عضلات جسمينا هيعتبر كلها ودي هتساعدك انك تبقى تشيب ان رمضان لو عايز تزود نسبة عضلاتك في رمضان ما تتمرنش قبل الفطار اتمرن بعد الفطار بثلاث ساعات بحيث ان يكون الهضم حصل وانقلل شدة التمرين 30% وديه يساعدك انك تشيب ان في رمضان اشتركوا في القناة